على الرغم من مضي ثلاثة أشهر على نيل حكومة مصطفى الكاظمي الثقة لأنها لم تستطع تلبية كافة الوعود التي أطلقتها للمواطنين العراقيين الأمر الذي جعل الحراك الشعبي يستعيد زخمه في الشارع العراقي ألف المواطنين من خارجي المعاهد والكليات العاطنين عن العمل من مختلف المحافظات العراقية تجمعوا في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد مطالبين الحكومة بتوفير فرص عمل لهم منطقة العلاوي وسط بغداد هي الأخرى شهدت تظاهرة شارك فيها المئات من خريجي كليات الإعلام وطالبوا بإقالة نقيب الصحفيين العراقيين وتغيير القانون الداخلي للنقابة وتوفير وظائف لهم في مكاتب العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الحكومية هذه التظاهرات دفعت القوة الأمنية لقطع الطريق المؤدية للمنطقة الخضراء المقر الرئيسي للحكومة مأدى لحدوث فوضى مرورية كبيرة وزحام لعدة كيلومترات وكان رئيس الوزراء العراقي قد أصدر الأربعاء الماضي أوامر بتعين أربعمائة من أفراد تظاهرة التقى بهم قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء ما شجعت هذه الخطوة بحسب مراقبين غيرهم من الخريجين العاطلين عن العمل ويقدر عددهم بالملايين للإحتجاج والمطالبة بفرص عمل إسوة بزملائهم في سياق متصلة فدت مصادر محليان عددا من المتظاهرين في ذيقار أقدم على نصب سرادق أمام ديوان المحافظة وأغلق المبنى مطالبين بتوفير الخدمة وفرص عمل بالإضافة للدعوة لمحاسبة قتلة المتظاهرين وإقالة المحافظ ناظم الوائلي وفي وقت سابق تعهد الكاظمي بتحقيق مطالب المتظاهرين السلميين وذلك خلال استقباله عددا من جرح التظاهرات في محافظة ذيقار جنوبي البلاد